سين جامع زوجته في نهار رمضان عدة مرات وهو نادم أشد الندم ثم علم أن كثارة ذلك على الترتيب عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينة وهو لا يجد ما يدفعه لعتق رقبة وصيام شهرين متتابعين يشق عليه جدا بسبب العمل فهل يطعم ستين مسكينة كما جاء في الحديث جيم على السائل أن يحاول صيام الشهرين المتتابعين في الأيام الباردة أو المعتدلة حيث يقصر النهار وتخف المشقة أو في أيام الإجازة السنوية التي يمنحها له العمل ونحو ذلك من الفرص التي يمكن أن تنتهز لأداء ما عليه فإن عجز عن الصيام حقا وحقيقة فيجوز له عند ذلك أن يطعم ستين مسكينة ويمكن صرف الطعام لهم على دفعات حسب قدرته حتى يستكمل عددهم وعلى زوجته كثارة مماثلة إذا كانت مطاوعة له في الجماع أثناء شهر رمضان والجماع الذي حصل إن كان في أيام مختلفة فعليهما كثارات متعددة بعدد الأيام التي انتهك حرمتها من أيام الشهر الكريم قال صاحب كفاية الطالب وتتعدد الكثارة بتعدد الأيام ولا تتعدد بتكررها في اليوم الواحد قبل إخراجها اتفاقا وقال صاحب مغني المحتاج تعدد الكثارة بتعدد الفساد فمن جامع في يومين لزمه كثارتان لأن كل يوم عبادة مستقلة فلا تتداخل كثارتاهما فإن تكرر الجماع في يوم واحد فلا تعدد والله أعلم